بين مدن وجزر تتموج أسعار صرف ريال اليمني مقابل العملات الأجنبية وحالة من الترقب والتخوف تعيش والأوساط الاقتصادية والشعبية نتيجة الانخفاض المفاجئ للدولار مقابل الريال فخلال يوم واحد هبط صرف الدولار إلى أقل من أربعمائة ريال وما هي إلا ساعات وعود ارتفاعه مجددا لإقترب من عتبة الخمسمائة ريال بل تجاوزها فيما تراجع الريال اليمني أمام الريال السعودي إلى أقل من مئة ريال خبراء اقتصاديون أكدوا أن التراجع السري لأسعار الصرف قد يثير تخوفا وتوجسا لدى المواطنين الذي قد يكون كمينا أو لعبة يريدها الصرفون الذين يحاولون إفقاد ثقة التجار بالبنك المركزي الذي أعلن مؤخرا فتح الاعتمادات المستندية أمام المستوردين بسعر أقل من سعر العملة الأجنبية المتداولة في السوق المحلية الخبراء الاقتصاديون تحدثوا عن الأسباب التي أدت الانخفاض وارتفاع أسعار الريال خلال فترة الأخيرة حيث أكدوا أنه عندما توقفت البنك عن عملها وتم تعويم سعر الصرف تجه التجار نحو شركات الصرفة ففتحت تجار وقيادون في ميليشيات الحوثي وغيرهم في محافظات أخرى شركات الصرفة وتم سحب السيولة من خزنات البنوك إلى خزنات شركات الصرفة وارتفع العمل بأكثر من مئة بالمئة فأصبحت السيولة النقدية الكبيرة لدى الصرفين ما ضعف من أرباح بشكل كبير في أوقات وجيزة ليصل عدد شركات ومحال الصرفة إلى أكثر من ألف العاصمة صنعى ومختلف المحافظات ولكن تلك المضاربة بالعملة تفاجأت بإعلن البنك فتح اعتمادات للتجار وبيعه للعملة الصعبة لهم بأقل من السوق ما أفقد شركات الصرفة نحو سبعين بالمئة من عملها وعرضها لخسائر كبيرة ما دفع التجار إلى سحب أموال من شركات الصرفة وإداءها في البنك المركزية ليسبب ذلك عجزا حقيقيا عند شركات الصرفة في السيولة مضطر البعض منهم لبيع مخزون من العملات لتوفير السيولة فحدث ما لم يكن بالحسبان حيث هبط سعر الصرف فاندفع المواطنون لصرف ما لديهم من عملات صعبة فهبط حتى تجاوز سعر البنك المركزي ثم عود التجار والصرافين ولكن البنك أنزل تسعيرا أقل تماشيا مع سوق لولين سعر جديدا للدولار بأربعمائة وخمسين ريالا وسعر الريال السعودي بمئة وعشين ريالا فيما ينتظر الأغلبية من المواطنين واقعا ملموسا لتحسن الريال ينعكس على أسعار المواد الغذائية والتموينية التي تمس حياتهم بشكل مباشر على تخفف من وطأة الفقر والجوع الذي بات يهدد حياة أكثر من 18 مليون يمنية في ظل عدم مصادر الدخل وانقطاع مرتبات الموظفين الحكومين منذ أكثر من عامين وواصف محافظة البنك محمد زمام هذا السعر بأنه عادل مؤكدا بأن التحسن للريال اليمني جاء نتيجة الإصطاحات النقدية ومنها إدارة الكتلة النقدية بطريقة اقتصادية صحيحة وتفعيل أدوات الدين العام المحلي بالإصطار الأول بمبلغ مئة مليار ريال ووقف الصرف على المكشوف لتغذية عيز موازنة الحكومة ورفع أسعار الفائدة إلى 28% وتكوين اغتياضي من العملات المحلية بمبلغ خمسمائة مليار ريال وأكد زمام انتظام تغذية المواد الأساسية من الوديعات السعودية واستمرار تدفق المشتقات النفطية من المنحات السعودية إلى أغلب محافظة الجمهورية وجدد محافظة البنك دعوته لجميع الجهات المعنية والمسؤولة لتكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة الجهود الهدفة مواجهة التحديات الاقتصادية والمساهمة في تعافي العملة الوطنية باعتبارها قضايا تمس مصالح كافة أبناء الشعب اليمنية إذا ذلك توقع خبراء اقتصاديون بأن هذا التحسن قد يكون مواقة وغير قابل لديمها وقد يتعرض الريال لانتكاسة كبيرة جدا ما لم يتم إيجاد مصادر مستدامة لتمويل احتياجات البلد من العملة الصعبة وإعادة تصدير النفط وتفعيل مؤسسات الإيرادية وتوحيد الإدارة والسياسة النقدية المرتهنة بتحقيق السلام وإيقاف الحرب اشتركوا في القناة